الغزال الذهبي حكاية من التراث الهندي في قديم الزمان عاش ملك في بلد ما وقد أحب الملك الذهب أكثر من أي شيء آخر كان يلبس القلائد والخواتم والحذاء من الذهب كان كل شيء عنده من الذهب انظروا حتى في نومه كان يحلم بالذهب وفي أحد الأيام ذهب الملك مع حاشيته للصيد ولسبب ما كانت الغابة خالية ورويدا رويدا دخلوا الغابة الظلماء وفجأة رأى الملك غزالا يلمع كالذهب غزال الذهبي تهج الملك كثيرا وقرر الحصول على ذلك الغزال أمسكوا بذلك الغزال أريدوه حيا هيا أمسكوا به أطلقوا السياق أمسكوا به لا تتركوه يا عرب أريدوه حيا في نفس الوقت وعلى سهل أخضر من الغابة كان هناك غلام لطيف يسوق بعض البقر إلى البيت ماذا يحدث؟ الملك يطارتني أرجوك لا تخبر الملك عني طبعا لن أترك الملك يأخذك يا عزيزي شكرا جزيلا لن أنسى معروفك لي أبدا أيها الصغير هل رأيت غزالا ذهبيا؟ لا أدري كنت مشغولا ولم أستطع أن أرى في أي اتجاه ذهب إذا أخبرتنا عن مكان الغزال سأعطيك هذا أتفهم؟ وفشلت محاولات الملك ولم يتفوه هوسن بكلمة واحدة وحمر وجه الملك من شدة الغضب كيف تتجرأ لأن تتحداني؟ اسمع اذهب وأحضر الغزال إلى هنا أمامك ثلاثة أيام وإلا اعتبر نفسك ميتا أتفهم؟ كان هوسن في مأزق حقيقي إذا تأخر في إحضار الغزال الذهبي سيخسر حياته وفجأة تحدثت إليه بقرة عجوز اذهب وابحث عن الغزال وناقش الأمر معه إني متأكدة بأنه لن يمسك بأذى وهكذا بدأ هوسن البحث عن الغزال الذهبي وبحث عنه طوال النهار ولم يعثر عليه وعندما غابت الشمس تمدد هوسن على الحشيش ليرتاح ثم سمع صوت مخلوق صغير من مكان قريب منه لقد وقع شبل نمر في فخين بأسفل الشجرة أيها المسكين أين والدك؟ وفي تلك اللحظة أنت للي ضايرت شبلي أنا لا كلا هو الذي أخرجني من الحفرة أصبح هوسن صديق النمور فسألوه عن سبب تجواله في مثل هذا المكان فأخبر هوسن النمر الكبير عن الغزال الذهبي قال النمر بأنه يعرف مكان الغزال الذهبي وتبرع بأن يأخذه حتى منتصف الطريق وطلب منه أيضا أن يمضي الليلة معهم وفي صباح اليوم التالي ركب هوسن على ظهر النمر وذهب ليبحث عن الغزال الذهبي وفي منتصف الطريق أنزل النمر هوسن وقال هذه حدود بلدي سر إلى الأمام وستصن إلى الغزال الذهبي كان هوسن جائها وقد حل الظلام فتسلق إحدى الأشجار ومدد نفسه بين الأغصان كان على وشك النوم عندما سمع صوت استغاثة فيل المصاب سأساعدك في إخراج السهم شكر الفيل هوسن لإخراج السهم من خرطومه وقال لهسن بأنه يعرف مكان الغزال الذهبي وسوف يأخذه إلى هناك في اليوم التالي وهكذا مر اليوم الثاني وفي الصباح حمل الفيل هوسن على ظهره وبدأ يمشي وصلا إلى بركة ماء مليئة بالأزهار الجميلة وأنزل الفيل هوسن هناك وقال له هنا حدود بلدي حول البركة ستجد كهفا عند الشاطئ هناك تجد الغزال رقض هوسن في ذهول هوسن 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 أنت الذي ساعدتني؟ ما الذي جاء بك إلى هنا يا صديقي؟ أخبر هوسن الغزال بما حدث وبالأمر الذي تلقاه لإحضار الغزال أمام الملك في موعد أقصى ثلاثة أيام وأن اليوم هو اليوم الأخير حسنة أركب على ظهري سنذهب إلى الملك معا فجأة أدرك هوسن بأنهما إن ذهبا إلى قصر الملك سوف يقبض الملك على الغزال ولكي ينقذ نفسه عليه أن يخون الغزال لا لا أستطيع لا 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 تهتم بشيء وتركني أتصرف نظر هوسن إلى عيني الغزال الرقيقتين وعلم بأن كل شيء سيكون على ما يرام إذا أطاعه بدأ الغزال بالجري بعد أن ركب هوسن على ظهره طلق الغزال الذهبي بسرعة فائقة وكأنه يطير وأخيرا وصل إلى القصر الغزال الذهبي أعطني ذهبا هيا أغبر القصر من ذهب لمن يوحل من ذهب غطى الذهب ركبتي الملك ثم وركه أمر الملك الغزال بالتوقف ولكن دون جدوى ووصل غبار الذهب إلى خصورهم ثم إلى صدورهم وأخيرا وهكذا وبهذه الطريقة مات الملك الطماع مدفونا بغبار الذهب وهكذا عاد هوسن والغزال إلى الحقل حيث الأبقار هوسن علي أن أودعك الآن أتمنى لك حياة سعيدة بعد ذلك الوداع انطلق الغزال الذهبي حيث نور الشمس الساطع وتوارى عن الأنظار ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا